تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة قصة اليوم نرجع فيها للقصص العربية وحلقة اليوم صراحة يعني إهداء للصديق اللي بيساعدني بمنتاج الفيديو هشام اللي طلبها لأنه بيشجع الإسماعيلي قصة اليوم شوي غريبة في فريق وصل النهائي دوري أبطال أفريقيا 2003 الإسماعيلي المصري الفريق هون كان بإمكانه يعمل شيء تاريخي لمصر الأهلي فاز ب2001 الزمالك فاز بالأبطال نفسها 2002 وكان الإسماعيلي حيفوز ب2003 وأعتقد تاريخيا ما صارت أنه ثلاث فرق مختلفة من نفس الدولة تفوز بدور الأبطال وورا بعض لكن اللي صار مع الإسماعيلي غريب عجيب الظلم اللي اتعرض له داخلي خارجي كأنه ما حدا بدوها يجي باللقم في تركة البطولة كان عدد الفرق المشاركة شوي قليل في الدور الأول إسماعيلي واجه فريق نيجيري اسمه إنيبا ما كان حدا كتير مهتم بهذا الفريق في تلك اللحظة وقدر الإسماعيلي في لقاء الذهاب يهزمه 6-1 ولكن في الإياب فاز 4-2 الفريق النيجيري وتأهلوا الاثنين مع بعض لنصف النهائي في نصف النهائي الإسماعيلي واجه الترجي وهزمه ذهابا وإيابا 3-1-3-1 وقدر يوصل البرى النهائية ليطلقه مرة ثانية مع إنيبا الفريق اللي كان قادر يغلبه بالذهاب في الدور الأول 6-1 فالمعنويات كانت عالية جدا إنه إسماعيلي حيعيد إنجاز 1969 ويجيب لقب دور أبطار أفريقيا الثالث فجأة صارت تغييرات غريبة في الشارع المصري الرياضي فرض على الإسماعيلي يلعب مباراة مؤجلة مع الزمالك قبل المباراة النهائية وهذا الشي كان غريب لأنه بالعادي كانت لوقتها كثير دائما في ثقافة الفرق العربية أو حتى أي فرق في العالم اللي تلعب مباريات مهمة يؤجل لها المحلي لا يفرض إنك تلعب المؤجل بهذا الشكل ففرض عليه مباراة صعبة مع الزمانك قبل مباراته النهائية مش لهون بس المدرب حسن الشحاتة كان مدرب فريق الشباب لمصر وكان فيه معسكر لكأس العالم للشباب 2003 اللي كان مقرر إقامته وأقيم لاحقا في الإمارات العربية المتحدة استدعى حسن الشحاتة حسني عبدربو وأحمد فتحي موهبتين من أفضل مواهب مصر في تلك الفترة الآن الإسماعيلي دخل فيه مشكلة كبيرة عنده إقافات ثلاث لاعبين وعنده موهبتينه أخذوا منه صارت عملية غريبة ذهب رئيس نادي الإسماعيلي ووصف بالإعلام بأنه اختطف لعبينه اللي هو فعليا بحكم القانون ما بتقدر تفرض عليه أن يعطيك لاعب شاب للعلم في قوانين الفيفا لكن نعرف اتحاداتنا العربية وسلطتها دائما أقوى من سلطة قوانين الفيفا تدخل بعض المسؤولين المصريين ويقال حتى على إمبارك وقت تدخل وأعاد اللاعبين إلى معسكر المنتخب الشباب وذهب الإسماعيلي تقريبا بدون لاعبين لمستوى أنه بعض اللاعبين رووا قصة لاحقا أنه أربعة منهم ما كانوا في مراكزهم والمدرب بوكر أخبرهم في ذلك اللقاء أنه أنا معي تبديلين فقط فيه خسر الإسماعيلي ذهبا بهدفين مقابل لا شيء انتهت مرحلة ظرم القريب وانتقلنا إلى مرحلة ظرم الغريب في مرحلة القياب استعاد الإسماعيلي لعبينه الشباب المميزين في لقاء القياب وأيضا استعاد بعض الموقوفين الفرق كان كامل بالشوت الأول يتقدم بهدف مقابل لا شيء فرض على الفرق النجيري يضل في منطقته شوت كامل تماما ظهرت الأمور قريبة جدا ممكن جدا أنه الإسماعيلي حيتتوج طبعا كان فيه شيء غريب قبل بداية اللقاء أنه الإسماعيلي وجه دعوي لكثير مسؤولين في القطاع الرياضي المصري جاء تقريبا واحد أو اثنين منهم فقط وكأنه الفريق معا بيمثل مصر لكن اللي حصل في الشوت الثاني كان كارثي وأنسى الإسماعيليين كل شي صار قبل ذلك من قرب القريب لأنه اللي صار في الشوت الثاني كوميديا كوميديا ببساطة من لعبة إنهنبا لعبين مستفزين يمركض بالكرة يوقع يلمسوا لاعب يموت لقطات غريبة عجيبة واستفزاز غريب بقتل الكرة لمستوى أن المعلق عصام الشواري اللي كان يعلق على ذلك اللقاء في قناة IRT قال ما شفنا أربع دقائق متواصلة في الشوت الثاني وفعلا كل لقطة فيها لاعب من إنهنبا يوقع وحكم إما ضعيف الشخصية أو أنه فعلا موافق عن اللي بيصير كان يمشي الأمور طبيعي جدا لمستوى فيه لقطة كوميديا لاعب من فريق إنهنبا دفع زميله عشان هداك يوقع ويعمل حاله مصاب قمة المسخرة وقمة الاستهزاء في كرة القدم اللي حصل بذلك الشوط الثاني والغريب الحكم اللي كانه ما كان شعر بشيء استفز لعبي الإسماعيلي أكثر من مرة استفز جمهور الإسماعيلي أكثر من مرة ولكن اللقب ذهب إلى نيجيريا وحرب منه الدرويش أيضا بعد البطولة طعن فريق الإسماعيلي بعد ما تبين أنه أحد لعبين إنبا كان عم بيلعب مع فريق ثاني في الدوري ويلعب معهم في دوري أبطال أفريقيا واللي وصف لحظتها أنه مخالف للقوانين لكن الطعن ما جاب النتيجة المرجوة قصة من قصة الظلم الحقي في كرة القدم يعني وقتها بألف وثلاثة وحتى الإسماعيليين أعتقد حتى اليوم بيروها بيحكوا عنها إنها من القصص مستحيل ينسوها نوصل هنا إلى هذه الحلقة أذكركم تشتركوا بقناة سيفي سبورت معي على اليوتيوب أنا محمد عوال والسلام عليكم ورحمة الله